اخواتي الحاضرات وانكم تربطوا كل عبارة بما يناسب باش نحصوه في الاخير بجملة مفيدة وفي نفس الوقت كتكون على هداك الاسلوب اللي سبقناه في الحصة السابقة اذا ان شاء الله غاد يمدوا بالعبارة اللولى مع خديجة تفضلي خديجة اغسلوا اسناني قبل النوم احسنتي جيد تبارك الله عليك وغاد ينربطوها مع النوم كما كانت شوفوه على الشاشة جملة صحيحة وفي هالاسلوب اللي سبقناه مشيوا عند حاكمة تفضلي حاكمة اجمعوا حقيبتي قبل الصفر احسنتي تبارك الله عليك وغاد ينربطوها كما كانت شوفوه على الشاشة دينا وغاد يمشيوا العبارة ثالثة والاخيرات فضلي سميرة احسب نقودي قبل مغادرة البنك احسنتي تبارك الله عليكم وغاد ينربطوها كما كانت شوفوه الآن على الشاشة دينا اذا الان من بعد ما صحنا التمرين دينا شكونوا غاد يتكرني بالعنوان دي النص اللي احنا بصدد دياله نشوفوه زهرة حقوق وواجبات احسنتي تبارك الله عليك وغاد ينعودو نقرأو نص دينا وغاد ينشوفو الآن الفقرة اللولى اللي غاد يترعى من على الشاشة ليه يا هدي اذا تفضلي خديجة اقراني ناهد الفقرة المغرب بلد غني بطبيعته ومتنوع بسكانه فيه الصغير والكبير والمرأة والرجل والطالب والاستاذ والعامل والفلاح والمهندس والطبيب والغني والفقير والعامل والمعافى والسقيم جيد والمعافى والسقيم تبارك الله عليك قراءة جيدة وغاد ينشوفو الآن الفقرة الثانية اللي غاد يظهر امامنا على الشاشة ليه يا هدي تفضلي حكيم اقراني ناهد الفقرة وهذا التنوع المجتمعي يفرد على الجميع اداء الواجبات وممارسة الحقوق التي يضمنها الدستور ويحميها القانون ويحميها 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 القانون بناء للمجتمع وخدمة للوطن جيد تبارك الله عليك قراءة جالك سليمة وغاد ينمرو ان شاء الله نشوفو الفقرة الثالثة ليه يا هدي تفضلي سمير اقراني ناهد الفقرة ان الحقوق والواجبات عنصران والواجبات والواجبات عنصران متلازمان لا ينفصل احدهما عن الاخر في حياة الانسان في حياة الانسان اليومية فكل حق يقابله واجب معا تستقيم الحياة ويحل الامان وتتقدم الاوطان جيد تبارك الله عليك وغاد ينشوفو الان الفقرة الاخيرة اللي غاد يظهر اما من على الشاشة الفقرة الاخيرة اذا تفضلي سهر اقراني ناهد الفقرة فليكن شعارنا اداء الواجبات قبل المطالبة بالحقوق جيد تبارك الله عليكم قراءة دي لكم جيدة والان اليوم ان شاء الله في هاد الحصة غاد ينتعرفوا على واحد القاعدة لغوية جديدة اذا تبعوا معايا هاد الجدول اللي غاد يظهر امامكم على الشاشة شوفوا معايا الجدول اذا كما كتشوفوا معايا هاد الجدول عندنا مجموعة من الجمل وهاد الجمل كتبدأ بذهب الفلاح الى الحقل ذهب الفلاحان الى الحقل ذهب الفلاحون الى الحقل ذهبت الفلاحة الى الحقل ذهبت الفلاحتان الى الحقل ذهبت الفلاحات الى الحقل هاد الجمل اللي عندنا فهاد الخانة اللولة وش هي جمل فعلية ولا جمل اسمية نشوف حكيمة فعلية جيد هذي الجمل كلها جمل فعلية نشوف سميرة سميرة علاش هذي الجمل جمل فعلية حتى تبدأ بالفعل أحسنتي طبارك الله لك لأن هذي الجمل كلهم كي يبدو بالفعل هو ذهب دابا لي نطلب مننا في هذي الجدول نقرأوا الجملة اللولة اللي هي جملة فعلية وغادي نحاولوا بإذن الله نحولها باش تكون جملة اسمية مفهوم إذن تفضلي خديجة قرنين الجملة اللولة ذهب الفلاح إلى الحقل إذن بغينا نرجعها تكون جملة اسمية غادي نقولوا الفلاح ذهب إلى الحقل طبارك الله عليك جيد وهي اللي غادي نكتبوا الآن في الخانة الثانية أمام هاكما غادي نشوفوا الآن على الشاشة دينا أحسنتي خديجة وغادي نمشيوا الجملة الثانية تفضلي حكيمة ذهب الفلاحان إلى الحقل مازين إذن حولينا هذه الجملة باش تكون جملة اسمية الفلاحان الفلاحان ذهب إلى الحقل تبارك الله عليك وغادي نكتبوها الآن في الخانة الثانية كما غادي نشوفوه على الشاشة دينا إذن كما كتشوفوا معايا فهد جو الجمال أن الجملة اللولة مبدية بالفعل والجملة الثانية مبدية بالاسم اللي بغيناكم تركزوا عليهم زيان كما كتشوفوا في عايف هذه الجملة اللولة الفلاح ذهب إلى الحقل كنشوفوه على أن الفعل تابع الفاعل شوفوا معايا الجملة الثانية الفلاحان ذهب إلى الحقل هنا كي يبنينا أو التاني الفعل كي يتبع لنا الفاعل نفهومة؟ بمعنى إلى الفاعل مفرد كي يكون الفعل كذلك مفرد إلى الفاعل مثنى كي يكون كذلك الفعل مثنى الفلاحان هذا متنى وشوفهم على الفعل الشوق عليه تغير واللحة هو متنى الفلاحان ذهب إلى الحقل مفهومة؟ إذن غاديمشيوا إن شاء الله عند سامرة باش قررنا الجملة الثالثة ذهب الفلاحون إلى الحقل عندما تبدأ بالإسم الفلاحون ذهبوا إلى الحقل تبارك الله عليك جيد وهي اللي غادي نكتبوه الآن على الشاشة دينا كما كنشوفه إذن كما قلنا لكم عندنا الجملة اللولة مبدئة بالفعل كما كنشوفها والجملة الثانية مبدئة بالإسم وكنشوفه أن الفعل دائماً كيتبع الفاعل في الجملة الثانية بمعنى دائماً إلى أن جملة إسمية الفعل كيتبع الفاعل إلى الفعل إلى الفاعل المفرد كي يكون الفعل ديانه مفرد إلى كذلك الفاعل مثنى كي يكون الفعل مثنى إلى الفاعل جمع كي يكون الفعل جمع كما نشوف في الجملة الثالثة لدينا مجموعة الفلاحون الفلاحون كنقولوا ذاهبوا وكنشوفوا أن الفعل يتبع الفاعل إذن سوف يمشي عند زهرة لكي تقرأنا الجملة الرابعة فضلي زهرة ذهبت الفلاحة إلى الحقل إيه ده بغا نحولها الجملة الإسمية وغادي نبدأ الفلاحة ذهبت إلى الحقل تبارك الله عليك جيد إذن سوف نكتبها في الخانة الموالية كما نشوفه على الشاشة مزيان وغادي نمشي عند خديجة لكي تقرأنا الجملة الموالية فضلي خديجة ذهبت الفلاحة إلى الحقل طبعا رجع جملة إسمية الفلاحة ذهبتان إلى الحقل الجملة ديالك صحيحة ولكن عندك خطأ واحد ذهبتا سمح لي ذهبتا إلى الحقل جيد وإحنا من الخطأ كانت تعلموا جيد جملة ديالك صحيحة ومن الخطأ كانت تعلموا بمعنى أننا نبدأ وكننا نقول الفلاحة ثاني ذهبتا إلى الحقل تبارك الله عليك خديجة إذن كما نشوفه على الشاشة ديالنا وبقتلنا الجملة الأخيرة تفضلي حكي ما قرننا هذا الجملة الأخيرة ذهبت الفلاحات إلى الحقل دا بقى نرضها الجملة اسمية الفلاحات ذهبنا إلى الحقل جيد حكيمة إذن غذي نكتبها على الشاشة كما غذي نشوفها الآن مزين إذن كما كتشوفوا معنا عندنا جملة فعلية وجملة اسمية الجملة الفعلية كتبدأ بالفعل وكنشوفوا أن هذا الفعل ما كيتغيرش لأنه هو الأصل وفي الجملة الاسمية كنشوفوا بأن الفعل كيتبع الفاعل دياله في المفرد وفي المثنى وفي الجمع وقبل ما نشوفوا إن شاء الله القاعدة ديالنا اليوم بغيت نسوه لكم واحد السؤال حول هذا الجمال فينا هو الأسماء لوردانينا في هذا الجمال نشوفوا الاسم اللول عند خديجة الفلاح إيه عندنا الفلاح الاسم الثاني عند حكيمة الفلاحان الفلاح بمعنى كيتغير من متنى المفرد بمعنى الاسم عندنا هو الفلاح كن واحد اسم آخر نشوفه سميرة الحقل هو الحقل جيد بارك الله عليكم والاسم اللي غادي نعتمدوه اليوم هو الاسم ديال الفلاح الفلاح وليبغيناكم تعرفوه اليوم بأن الاسم فيه المفرد وفيه المثنى وفيه الجمع مفهومة؟ إذن وهذا الشيء اللي غادي نتبتوه إن شاء الله بهذه الجدول اللي غادي يظهر أمامنا على الشاشة تبعوا معنا الجدول إذن كما كتشوفوا معنا عندنا مفرد مثنى له وجوج ثم عندنا جمعه ثم عندنا الاسم المذكر والاسم المؤنت وقلنا الاسم اللي بغينا نحتفظو عليه اليوم هو الفلاح وهو اللي غادي نكتبوه في الخانة اللولة كما كنشوفوه على الشاشة ديالنا مفهومة؟ إذن هذا اسم مذكر مفرد إلى عندنا واحد كنقولوه الفلاح إلى عندنا مثنى أشغل نقولوه خديجة؟ الفلاحاني أحسنتي تبعك الله عليك وغادي نكتبوه على الشاشة ديالنا كما كنشوفوه الآن إذن أشنه هي الحويجات اللي ازدناها في الفلاحاني؟ الآلف ودنون أحسنتي جيد أنت يا حكيمة إلى عندنا الجمع أشغل نقولو؟ الفلاحون أحسنتي تبعك الله عليك وغادي نكتبوها في الخانة ديال الجمع كما كنشوفوه على الشاشة ديالنا وكما كنشوفوه جوش حروف نوناهم بالحمر باش نبينوه على أنها راك يدل على الجمع مفهومة؟ وده با غادي نمشيوه لإسم مؤنة أشغل نقولوه سميرة؟ الفلاحة رفعي صوتك نسمعوك؟ الفلاحة مازيان الفلاحة جيد إذن غادي نكتبوها على الشاشة ديالنا علش قلتي الفلاحة لأنها؟ لأن مؤنة مفرد مازيان جيد سميرة وغادي نمشيو إن شاء الله دابا المثنى ديال مؤنة تفضلي زهرة؟ الفلاحة تاني أحسنتي تبارك الله عليك وغادي نكتبوها على الشاشة ديالنا كما كنشوفوها الآن أش زناف هذلك كلمة؟ زنات تا ديال تأنيت ونون زنات تا تا ونون ونون جيد لأننا عدنا جوج جوج ديال الفلاحة جوج ديال الفلاحة تبارك الله عليك وغادي نمشيو إن شاء الله دابا نشوفوه الخانة الأخيرة اللي عنا في هذه الجدول مع خديجة الفلاحات الفلاحات جيد تبارك الله عليك وغادي نكتبوها على الشاشة ديالنا كما كنشوفو الآن أجلسنا في هذلك كلمة خديجة الآلف والتأ أحسنتي تبارك الله عليك إذن كما كنتشوفو معايا بأن الإسم كيكون مفرد وكيكون مثنى وكيكون كذلك جمع بنوعي إما المذكر إما المؤنة ولهذا غد نبين لكم هذ القاعدة ديال الإسم المفرد والمثنى والجمع على الشاشة ديالنا شوفوا معايا هذ القاعدة إذن كنقولوا الإسم ينقسم إلى مفرد ومثنى وجمع الإسم المفرد هو ما ذل على واحد أو واحدة شيء يدل على واحد أو وحدة الإسم المثنى بمعنى جوج هو ما ذل على اثنين بزيادة ألف ونون كما شفنا في الجدول ديالنا أو ياء ونون نفهوم ثم عندنا الإسم الجمع هو ما ذل على أكثر من اثنين بزيادة واو واو ونون كما شفنا في الجدول ديالنا أو ياء ونون مع المذكر بطبيعة الحال وألف وثاء مع المؤنة مفهومة؟ إذن باش نزيد انتبتوا هذ القاعدة ديالنا غادي تشوفوا معايا هذ الجملة اللي غادي يظهر أمامكم على الشاشة تبعوا معايا الجملة إذن كنقولوا في هذ الجملة حضرت المريضة في الموعيد تفضلي قديجة عاودي يقرانينا هذ الجملة حضرت المريضة في الموعيد مازيان عاودي يقريها حكيمة حضرت المريضة في الموعيد أحسنتي سميرة إذا بغينا نرجع هذه الجملة نرجعها مثنى أشغل نقوله؟ مثنى مثنى بمعنى عندنا جوج هنا عندنا مفرد حضرت المريضة في الموعيد هذا مفرد مؤنت بغينا نرجعها يكون عندنا مثنى مؤنت أشغل نقوله؟ حضرتاني انت بهي قلنا هذا كل جدول اللي شفناه في البداية ذا الحصة أن الفعل دائماً كيكون هو الأصل إلا بدأت به الجملة وخة أن الفعل دائماً إلا بدنا فيه في الجملة الفعلية كيبقى هو الأصل ما كيتغيرش إلا بعد منه الفاعل هو لي كيتغير إلا نشعد نقوله المريضة لا عودنا جملة اسمية نحن أبغيناها تكون جملة فعلية إلا נقول حضارة حضارة المريضة عن نجوج مريضة تاني أي في الموعيد يلا عود يعطينا الجملة حضارة المريضة تاني في الموعيد جيد جملة ذي صحيحة وغد نكتبها على الشاشة دينا كما غد نشوفها الآن حضارة المريضة تاني في الموعيد مفهومة؟ إذن غاديمشيو عند زهراء زهراء إلى عندنا مجموعة من المريضات أش غادي نقوله؟ غا نقوله حاضراتي انتبهي ماشي حاضراتي حاضراتي شوفي معاك كيفاش مكتوب على الشاشة؟ حضاراتي حضاراتي المريضات في الموعي دي جيد جملة دي ديك صحيحة وغادي نكتبوها على الشاشة دينا كما كنشوفه الآن وبطبع لحال كنقوله الألف والتاء بالنوع الأحمر كما كنشوفه على الشاشة دينا مفهومة؟ إذن نريدنا دائما نركزو على هاد النقطة أن الفعل اللي لهوا في الآصر ودينا بالجملة الرماء كيتغير 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 هو الاسم حسب المفرد والمتنى والجمع مفهومة؟ إذن كنتم لو تكونوا فهمتوا معنا مزيان هاد الدرس دينا اليوم ليه هو الدرس ديال الاسم المفرد والمتنى والجمع وما بقالية دبائل لأن كلفكم بواحد واجب منزلي لغادي يظهر أمامنا على الشاشة تبعوا معايا الواجب كما كتشوفوا معايا فالواجب عندنا مجموعة من الكلمات الخياطة المركبتان المواطنون العاملان المواطنات ثم معنا الاسم المفرد ثم الاسم المثنى ثم الاسم الجمع لنطلب منكم نضعوا كل كلمة في الخانة المناسبة لها ليه اسم مفرد نضعها في الخانة ديال اسم مفرد ليه متنى نضعها كذلك في الخانة ديالها وليه هي جمع نضعها كذلك في الخانة ديالها وفي الحصة المقبلة إن شاء الله غد نصحوا هذا الواجب وكتمنى كذلك من المشاهدة دينا والمشاهدين دينا ينجزوا هذا الواجب دينا لهم وبهذا أخواتي إخواني وصلنا لنهاية الحصات يالمادة القراءة والكتابة في هذه الحلقة وقد ننخليكم الآن مع مادة القرآن الكريم دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي الحاضرات أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذين بدون الحصة دينا اليوم في مادة القرآن الكريم بتصحيح ذلك الججل الواجبات اللي كنت كلفتكم بهم في الحلقة الفيتاء ونتمنى أنكم تكونوا جزتهم نشوفوا الواجبات نشوف حكيمة تفارك الله عليك مزيان إذن فيما سبق لي قلت لكم بحل هذه الواجبات كتعاون على تثبيت دينا الحفظ وتحسين الكتابة مزيان قالك هذا حبيبة جيد مزيان نعم تفارك الله عليكم إذن الآن هدي ندوزوا باش هدي نجزوا كاملين هذ ججل الواجبات نحن أستاذ المشاهدين والمشاهدات إذن نتبهوا معيات الشاشة إذن هذا الواجب الأول خديجة شنو كان المطلب مننا في هذا الواجب كان المطلب مننا أن نكتبوا الآيات قدام المعاني دي لهم تفارك الله عليك يلا قرأينا المعنى الأول وقل إنش كيناسبوا من الآيات المطيعون لله تعالى في الجنة يتناعمون أعيد يتناعمون يلا قل إنما يناسبها من الآيات إن البرارة لفي نعيم جيد إن البرارة لفي نعيم إذن نكتبوها في المكان المخصص لها مزيان يلا تفضلي حكيمة المعنى الثاني يحضر الكتاب المرقوم الملائكة المقربون تباك الله عليك يشهده المقربون جيد إذن نكتبوها هنا يلا تفضلي سميرة يمزيج يمزيج يمزج الرحيق من عين عالية رفيعة صحيح ومزاجه من تسنين جيد إذن نكتبوها هنا إذن نكتبوها هنا إذن نصبرك الله عليكم راكم استطعتكم تطبقوا تلك المعاني في هذا التمرين اللي استفدنا في الحلقة الفيزة ندوزو الواجب الثاني إذن شنو كالي مطلوب منكم في هذا الواجب زهر نرتبو الآيات نرتبو الآيات نكملو الآيات نكملو الآيات في الفراغات في الخاوية الخاوية يلا تفضلي زهر قرأنا وقلنا الآيات 19 مش كونها هي في هدو الآيات 19 تفضلي قال الله تعالى قال الله تعالى كلا إن كتاب البرار لفي علين وَمَا أَدْرَاكَ مَا أَدْرَاكَ مَا عِلْلِّيُونَ جيد تبارك الله عليك إذن نكتبو الآيات 19 في المكان ديالها أهم قال الله خديجة تابعي القراءة كتاب مرقوم يشهده المقربون حسن إذن هي الأية 21 نكسبوها في المكان المخصص لها حكيمة تابعي تعرفوا فيه تابعي باللغة يا حكيمة ما زال ما وصلنا في التعريف نحن نزالين في الآية 22 يلا إن الأبرار لفي نعيم نعم على لرائك ينظرون 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 نعم جيد قد نكتبوها في المكان ديالها تابعي القراءة حكيمة تعرفوا فيه تابعي تعرفوا تعرفوا ما عندما شلمد بعد الفعل تعرفوا فيه لا ما زالك تمدي تعرفوا ما زالك تمدي تعرفوا فيه تعرفوا في وجوهه من نظرة النعيم جيد إذن سبارك الله عليكم أحنا صوبنا جوج ديال الواجبات اللي كنت تكلفتكم بيهم في الحلقة الفايتة وكنت من ناح تسد المشاهدين والمشاهدات يكونوا نجزوهم معنا إذن الآن غدين دوزوا باش غدين قراءوا القراءة الصحيحة ديالواحد العبارة جاتنا في هاد الجزء اللي كنشتغلوا عليه من صورة المطففين هاد العبارة هي كما كتب لكم فهذا الجزول هي من رحيق مختوم من رحيق مختوم من رحيق مختوم أعود يا سميرة من رحيق من رحيق مختوم نعم زهر من رحيق مختوم إذن كيفما كتلاحظوا على الشاشة هاد الجزول غدي سهل علينا الطريقة ديال النطق ديال هاد العبارة ففي الخالة اللولى عندنا الطريقة اللي كتكسب بها هاد العبارة في المصحف المحمدي وكيفما كتلاحظوا النون ما عندوش سكون ورى عندها الشدة وكذلك الميم اللي مكتوبة باللون الأخضر حتى هي عندها الشدة فكن قرأها من رحيق مختوم في الطريقة ديال الكتابة العادية من رحيق مختوم وهنا اللي يخصكم تركزون زيان باش تشوفوا كيفاش كننطقوا هاد العبارة كننطقوها من رحيق مختوم من رحيق مختوم إذن نتبهوا معي للآية باش نزيدوا ونفهموا هاد القاعدة مزيان نتبهوا معي للشاشة وينتبهوا معنا كذلك ساد المشاهدين والمشاهدات يلا تفضلي ساميرا قرأينا الآية 25 يسقون من رحيق مختوم سباك الله عليك إذن من رحيق من رحيق شنو الحرف اللي يملون عندنا باللون الأحمر زهرة كين حرف النون النون وكين فوق من النون شي حاجة لما فوق من النون وشنو اللي يخص يكون سوكون السوكون ومن بعد من النو كين حرف الر حرف الر وسبق لي قلتلكم بأنه إذا كان عندنا النون الساكنة ومن بعد منها حرف من حرف الادغام كندغموا النون الساكنة فالر اللي هو هنا حرف من حرف الادغام وكننطقوها بدون غنى فكنقروها مرحيق بلا غنى إذا أتبهتوا للطريقة اللي كنطقها بها أنا ما كنطقها بالغنى مير راحيقين مير راحيقين إذن عندنا النون الساكينة ومن بعد منها الراء كندغموا ندخلون النون الساكينة في الراء وكنندقوها بلاغلنا ولكن الرخص هتكون مشدادة إذن هذا بالنسبة للقاعدة الأولى ندزل للقاعدة الثانية اللي هي حرف القاف والميم شنو عندنا في القافة خديجة جوجة فتحات جوجة فتحات ركزين مزيان خديجة جوج كسرات مزيان إذن هو التنوين وشنو عندنا الحرف اللي ملون باللون الأخضر من بعد لقاف إن الميم مشدادة مشدادة إذن فيك يكون عندنا التنوين وتابعوا حرف من حروف الإضغام كذلك اللي هو هنا الميم كان نخفيوا ذاك النون ديال التنوين وكندغموها في حرف الميم فكنقراوها راحيق مختوم ولكن الفرق ما بين هذي الثانية واللولة أن اللولة كان قراوها بلا غنى والتانية كان قراوها بالغنى فكنقراوها راحيق مختوم راحيق مختوم عود يا خديجة راحيق مختوم نعم إذن كان نضغمو النون ديال التنوين في الميم وكنقراو الميم مشدادة إذن كيبالي يابع لاركم استطعتوا تفهموا هذي القاعدة اللولة لما بين النون والأرة إضغام بلا غنى والقاعدة التانية لما بين التنوين والميم اللي في هالإضغام ولكن كينا الغنى إذن الآن من بعد ما قرينا جميع هذ القاعدة هذي نطلب منك حكيمة باش تقرأ لي هذي الآيات اللولين من هذي الجزء من صورة المتففين تفضلي حكيمة كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على لرائك ينظرون تباك الله عليك حكيمة تابعي يا خديجة تعرف في وجوههم نظرة النعيم نظرة النعيم يسقون من راحق تبهي تبهي يسقون من رحيق مختوم يسقون من رحيق لا من رحيق من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون تبهي ومزاجه ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون سباك الله عليكم إذا الآن من بعد هذه القراءات الفردية دي لكم هادي ندوزوحنا وستدر المشاهدين ومشاهدات باش نجزو واحد التمرين اللي غادي تلقاوه في الكتاب المقرر في الجزء المخصص لمادة القرآن الكريم في حلقات 8 وسبعين إذا غادي نجزوه باش نشوفو شنو استفدنا من هاد التمرين عمل الخيرات أتنافس عن المحرمات أبتعد كين الفراغ لأفوز بما أعده الله تعالى للمتقين أسارع إلى كين الفراغ لأنال رضى الله تعالى مع أصدقائي في القيام بالطاعات إذا المطلوب منكم هو تدير الكلمات والعبارات في الفراغات المناسبة دي لها باش يكمل المعنى دي الجملة يلا زهر أتفضلي أقرأينا الجملة الأولى وقل إنا ما يناسبها أبتعد عن المحرمات أتباك الله عليك إذا نكسبوها في الخانة دي لها تابعي القراءة نكسبوها في الفراغ دي لها أبتعد عن المحرمات لأفوز بما أعده الله تعالى للمتقين جيد جيد إذا ندوزوا للجملة الثانية تفضلي سميرة أسارع إلى عمل الخيرات أعيذي قراءة الجملة أسارع أسارع إلى عمل الخيرات مزيان إذا نكسبوها في الفراغ دي لها تابعي القراءة سميرة لأنال رضى الله تعالى حسن يلا حكيمة تفضلي الجملة الأخيرة أتنافس مع أصدقائي في القيام وبالطاعات أعتبه في القيام في القيام بالطاعات جيد وشتو الآية اللي عندناك تشير لهذا المعنى هذا أتنافس مع أصدقائي في القيام بالطاعات ماذا كون يقول لي الآية وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سبارك الله عليكم إذا كي يبلية باللغة ركو مستطعته تفهموا هذا الجزء من صورة المطففين وغادي ندوزوا الآن وغادي نطلب من حكيمة باش تستظهر لي الجزء الأول من البداية حكيمة من مطلع دي لالصورة هدي تبداية في الاستدهار دي لها تفضلي حكيمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالهم أو وزنهم يخسرون وإذا كالهم أو وزنهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أذراك ما سجين كتاب مرقوم بارك الله عليك حكيمة بارك الله فيك كلا ممكن تكملين يا سميرة ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتدنثين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون بارك الله فيك سميرة زهراكم لنا ما تبقى من هذا الجزء كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب لبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن لبرار لفي نعيم على لرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون تبعي تبعي ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون سبارك الله عليك زهرا إذن سبارك الله عليكم كاملين نحن فعلا حفظنا هذا الجزء من صورة المطففين من الآية 1 حتى الآية 28 إذن في الحلقة القادمة إن شاء الله هذين نكملوا ما تبقى لنا من هذه الصورة هذه إذن بهذا نكون وصلنا نهاية حصة مادة القرآن الكريم في هذه الحلقة هذين نخليكم مع مادة الحساب دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي الحاضرات أخواتي مشاهدات إخواني مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعد ما تعلمنا في الحلقة الفيتة كيفاش نرسمو المربع فهذه الحلقة إن شاء الله غد نتعلمو كيفاش نحسبو المساحة ديالو ونبدو كالعادة بتصحيح الواجب المنزلي ونشوف الإنجازات ديالكم خديجة مزيان مزيان مربع جيد مزيان 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 لطيفة جيد مزيان 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 زهرة تقولين كيفاش رسمت هذا المربع تفضلي زهرة مزيان مزيان أولى عند خط الصفر وكن نحسبو 4 ديال السنتيمترات ونوضع النقطة الثانية ونرسمو أول ضلع من أضلع المربع من بعد زهرة مزيان ونضغط ثاني درت الميستارة مزيان 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 السيفة ده تفوق الضلع اللول جيد انا كان وقف الميسترة بشكل عمودي نعم وكان قد دخلت الصفر مع الضلع الاول باش تقد عندنا الزاوية اولى الرأس ديال المربع وكان نرسمه الضلع الثاني وحسبت اربعات يلا سنتيمترات ودرت النقطة الثانية ودرت ذاك الضلع جيد رسمتي النقطة الثانية ووصلت سيما بين النقطتين الثانية والثالثة ورسمتي الضلع الثاني جيد احسنتي زهرة نطلبوا مساميرات تكملينا الرسم من المربعات فضله ساميره ندروا ده بالضلع الثالث نبدو من النهاية اللي خلات زهرة ندروا نقطة ونحسبوه 4 سنتيمتر جيدا نوضع الميسترة على الضلع الثالث نقدو خط الصفر مع هالضلع ونوضعوها بشكل افوقي ونحسبوه 4 سنتيمترات جيد ونرسمو الضلع الثالث ونقلنا اخر ضلع والرابع نحطوه مستارة ونكملو الضلع الرابع الثالث تحس في البداية جيدا نصلو ما بين النقطتين الرابعة والأولى وغادي نصلو بنتهم ونرسمو الضلع الرابع ديال المربع وكي يظهر امامنا المربع بعد ما رسمناه قياس كل ضلع من أضلعه 4 سنتيمترات جيد اذا كنت ذكرنا بالتعريف ديال المربع ندفض لحكيمة مربع هي شكل هندسي له 4 أضلع متساويين وأربعة رؤوس جيد احسنتي حكيمة اذا المربع هو شكل هندسي يتكون من أربعة أضلع متساوية وله أربع رؤوس جيد تبارك الله عليك اذا الآن بعد ما تعلمنا كيفاش نرسمو المربع غادي نشوفو اليوم ان شاء الله كيفاش نحسبو المساحة دياله نتعلموه نحسبوه المساحة ديال المربع مثلا بحل ما يبغيش يشريش قطعه ارضية كي يسويش حل المساحة ديالها اذا المساحة باش نحسبوها كنديرو الطول مضروب في العرض هدي لك انت هذه القطعة الارضية مثلا مستعطيلة وإلا كنت على شكل مربع كنديرو الضلع في الضلع بما أن الأضلع ديال المربع كلهم متقيسة كنديرو الضلع مضروب في الضلع والوحدة الاساسية لحساب المساحة هي المتر المربع مثلا انشاء قطعه ارضية سنقوله المساحة ديالها 100 متر مربع اولا 80 متر مربع اذا الآن غدينشوفو ناخدو واحد المربع كمثال ونحاولو نحسبوه المساحة ديالو اذا الضلع مضروب في الضلع تساوي المساحة باش نحسبوه المساحة كناخدو قياس اي ضلع من اضلع المربع وكنضربوه في الضلع المقابل بما أن الأضلع متقيسين كناخدو ضلع مضروب في ضلع كنعطينا المساحة والوحدة الاساسية قلنا القياس المساحة هي المتر المربع لنا ناخدو مربع قياس كل ضلع من أضلع ديالو خمس سنتيمترات وغد نحاولو نحسبو المساحة ديالو اذا باش نحسبو المساحة ديالها المربع شنو غدينديرو خديجة غدينضربو الضلع في الضلع جيد غدينضربو الضلع في الضلع وكي نعطيه تعريف للمساحة إذا المساحة هي قياس الفراغ الموجود داخل أي شكل من الأشكال الهندسية وحساب الفراغ الموجود داخل شكل من الأشكال الهندسية والشكل يجب أن يكون مغلق كي نحسب المساحة دياله يجب أن يكون شكل مغلق بحل المربع لدينا هو شكل مغلق بما أنه مسدود من جميع الجهات إذا الآن قد نفضل قياس الطلع دياله 5 سنتيمترات باش نحسبوه المساحة دياله شنو هي العملية اللي غادي ندروه زهرة عمالية الضرب واشنو هنضربه هنضربه خمسة في خمسة جيد هنضربه خمسة مضروبة في خمسة والنتيجة اللي غادي نحصلو عليها ساميرا هي خمسة وعشرين جيد ساميرا إذن خمسة سنتيمتر مضروبة في خمسة سنتيمتر تساوي خمسة وعشرين سنتيمتر مربع لأنك ما شفنا المساحة كتحسب بالمتر مربع هي كوحدة أساسية بما أن هناك نقيس الأضلع بسنتيمترات خمس سنتيمترات مضروبة في خمس سنتيمترات تساوي خمسة وعشرين سنتيمتر مربع مفهوم؟ إذن شكولي تذكرنا بالمساحة ديال المربع باش نحسبوا المساحة ديال المربع شنو؟ غادي نديروا زهراء أي مربع غادي نضربوا الضلع في الضلع جيد المساحة المربع تساوي الضلع مضروبة في الضلع باش نتأكد بأنكم فهمتوا الدرس غادي ندوزوا الواحد للمثال اللي غادي نجزوه على الألواح إذن عنا مربع شحل قياس الضلع دياله ساميرا؟ سبعة سنتيمتر جيد عنا مربع قياس كل ضلع من أضلاعه سبع سنتيمترات غادي تفضلوا تاخدوا الألواح ديالكم وتحسبوا لي مساحة هاد المربع نرفعوا الألواح اللي كتبت الواحدة قلنا الواحدة ديال قياس المساحة هي السنتيمتر مربع عندنا في هذه الأمثلة اللي تضلع بالسنتيمتر المساحة غا تحسب بالسنتيمتر مربع بالنسبة لخديجة درتي تسعود واربعين سنتيمتر كمليها كملي الواحدة تسعود واربعين سنتيمتر مربع كذلك فاطمة المساحة هي تسعود واربعين سنتيمتر مربع إذا انت تفضلي حكيمة وقولينك كيف حسبت المساحة ديال المربع ندرس الضلع في الضلع وحسبتوا لقد فيه سبعة سنتيمتر كل الضلع في سبعة سنتيمتر شو ضربتها حكيمة ضربتها ضربتها سبعة في سبعة حسبتني تسعود واربع جيد إذا ندرنا الضلع في الضلع بما أننا الضلع هو سبعة سنتيمتر ندروا سبعة مضروبة في سبعة وهي اللي اعطتنا حكيمة شهل تسعود واربعين تسعود واربعين جيد سنتيمتر مربع لأننا قلنا المساحة هنا نحسبها بالسنتيمتر مربع إذا قياس الضلع الأول سبع سنتيمترات ضربناها في الضلع الثاني اللي هي 7 سنتيمترات وعطتنا المساحة 49 سنتيمتر مربع إذن نعقلو المساحة ما نحسبوهاش بالسنتيمتر سنتيمتر مربع والوحدة الأساسية لقياس المساحة هي المتر مربع اللي نكونو كنحسبو مثلا دي القطعة أرضية اللي عندها الطول بالمتر والعرض بالمتر المساحة ديالك تكون بالمتر مربع وبحال هناي الأحجام الصغيرة اللي عندنا الضلع بالسنتيمتر كنحسبوه المساحة بالسنتيمتر المربع نفهم؟ إذن قياس المساحات المربع هي الضلع في الضلع وهناي عندنا النتيجة هي 40 سنتيمتر مربع إذن حلقتنا وصلت نهايتها قبل ما نودعكم سنكلفكم بواحد الواجب اللي ستلقاها في نهاية الحلقة 78 من الكتاب المقرر اللي بنيديكم إذن الواجب هو هذا وحسب مساحة هذا المربع وحسب مساحة هذا المربع وكي نحسبوه المساحة المربع أولا نكونوا عارفين قياس الضلع دياله أو قياس كل ضلع من أضلع دياله إذن مطلوب منكم أنكم تحسبوا قياس الضلع المربع ومن بعد تحسبوا قياس المساحة دياله ما بقى لي إلا نودعكم على أمل لقاء بكم في الحلقة المقبلة دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة